انتو عارفين ايه المشكلة؟ ان الواحد بيكون فاكر ان الناس كلها طيبة وسلكة من جوا بس بيكتشف انه لأ الناس حقودة وبتنفسن وحاجة بجد تقرف ميه لدائك؟ ياسمين فاكرين البنت اللي كات معاها في المسلسل؟ مالهات؟ مالهاش ولا كان عمرها ليها انا والله لما كان بتيجي اي افنت كنت ببصت لها من قلبي بجد ولا عمري بصيت هي بتاخد كام ولا بتعمل ايه بس مش هتصدها ولا عزر دي كلمة طاهر وقالت له امسكلي شغلي وهديك اللي انت عايزه قال ايه؟ عشان يجيب لها شغلي زي ما بيجيبلي ده على اساس ان طاهر هو اللي بيجيبلي شغلي يعني طيب ايه مشكلة يعني حتى لو طاهر مسك شغلها انتو الاتنين مفيش اي حاجة بينكم مشتركة يعني اولا انتو نفس الشكل ولا انتو نفس الستايل فمحدش هياخد شغلة تاني وبعدين يا هابلة لما حد يحاول يقلدك المفروض ان انتو تمبستي عشان معناها ان هي واخدك يرى الماضل لها سبحان الله نفس كلام طاهر بالزبط ايه عشان هو ده الصح لا مش ده الصح على فكرة وما لقل صح بقى؟ انها غيرانة مني وبتقلدني وعايزة تعمل كل حاجة انا بعملها يا قروة مش للدرجات دي يعني لا للدرجات دي مش يعني مهم طاهر قال ايه قال ايه انه مش فاضي طب خلاص بقى في انه مشكلة مهما فيش مشكلة ما هو خلاص طعفين انها كت لسه بتكلمني اول مبارح وكت ممكن تقولي عادي على فكرة ان اعزة اطاريس عايدها وكت ممكن اقول اوكي بس لا استنصحت ولفت ودارت من وراي وكلمته مش شايف ان فيه مشكلة يا اروى مه 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 ممكن تبقى كذفت منك مثلا وانتي بتطلع لها عذار ليه بجد الاستفزاز ده طب انت عطلع لها عذار ليه وانا عرفها انتي اختي انا مش عايزك يبقى ديه طريقة تفكيرك يعني عذاك يتفرح بشورك اروى اروى سكوتي انت مش فهم حاجة خلاص يندر او مش عايزة معي خلاص ماشي يا طنت نادية فين قالت ان ات عشى براه يا اونكل حاص انت رايح فين مشوار مش هتاخر محتاجة مني حاجة نيلي لا مش عايزة حاجة شكرا عليب جد تغير اول ايوة ديش قالي انه عليب يلسى اروه ولما هو قالت كده انت قلت له ايه نيلي مردتش طيب لما يقول لك كده تاني قليله اروه اصلا نسيته ماشي اوض تفعل ان نستي اكيد يعني اسمعت البنت دي بعتت له فويس نوت تاني يا بتاعتزر له يعني انها اتأخرت في السنمي مع صحابها فلاقيته بيرد عليها بيقول لها عادي براحتك المهما تبقي بسطتي استغربته قوي بصراح عادي تلقيه بيله نفسه ولا حاجة قصدك ايه يعني هو قلله قصدي ايه مش فهم لا انت فهمها بس بتستعبطي ارو هيا فكرة عالي من حقه يعرف اي حد خصا بعد انت عملتي معا حقه لا ثانية واحدة هو ايه اللي انا عملته معا وبعدين ما يعرف انه ما يعرفش انا مالي خلاص طيب متعصبة لي تاي هو مين يا بنت المتعصبة انا ولا انتي وانتي بشايف نفسك انتي عملة ازاي عملة ازاي ما انا قاعدة اهو شايفاني بطنطط او بشد في شعري في ايه انتي يا بنتي بتنفسني على صاحبتك عشان كلمت طاهر وايخلو يمسك لها الشغل بتاعها كيانا ما ينفعش حد يعمل حاجة لفن انا بتعملها انا برضو اللي من نفسنا اما المين من اللي من كتلاي فوق انتي احنفسن من مين بقى مني انتي فكاني مش فاهم انت سبتي علي ليه انت سبتي عشان تمسكي في اي فرصة انك تتشهري زي يا اروه انتي تحولت المريضة يا هند انا او انتي او انتي مش شايفة نفسك انت بقيت عملة ازاي ماما كان عندها حق انا كانت خايفة عليك من التمثيل بس انتي مايتخافش عليك انتي يتخاف منك انا 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 اطلال كل جواكي حابت تطلع يطلع ايسوا لي حاجة تانية انتي لما تبقي شايفة ان اختك بتنفس منك يبقى انتي مش طبعية بص ان نفسك بقيت عملة زي من جواكي انتي مش هتستغلي كل اللي حواليك بهمة فيهم طاهر انتي انا ناية يا هيد انا بقولك اي طاهر اللي انتي شايفاني باستغله ده على الله انا بفيدوا انه انت بنتعميش احيار انك بتضرلي انت مش عارف انت عايز تعملي اصلا والعمرك هتعرفي واحب فكرك ان علي هو اللي شجعك انك تشتغلي يا اروة واقول ما شامتي نفسك باعتيه مين فين اللي ألاني انا ولا انتي ما كفاية بقى انتي ايه كم السواد اللي جواكي ده يخرب بيك اخراطي يا اروة انتي اللي تخراطي انتي هافت يا واني اخراطي اخربيني اخراطي 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 لا يزال! لا يزال! لكلنا! لا يزال!